وقعت الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين ووزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاون المشرك في المجال الرياضي ووقع من جانب الهيئة العامة للرياضة سموش خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومن جانب وزارة رياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركيا الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبرالامبية السعودية جاء ذلك بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي نائبه رئيس اللجنة الأولمبية والبرالامبية السعودية وسمو شخص سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الرياضي وإدارة وتنظيم الأحداث الرياضية بما فيها المعارض والمسابقات والبطولات وتأهيل الكوادر الرياضية وتلميتها وإعداد برامج تدريبية طويلة المدى والتعاون في عدد من المجالات الرياضية كالاستثمار والتسويق الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية بهذه المناسبة أكد سمو الشيخالد بن حمد أن مذكرة التفاهم مع وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية تعد خطوة استراتيجية في مسار تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين تأتي هذه المذكرة في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الرياضة المختلفة أشار سموه أن هذه المذكرة ستفتح أفاقا جديدة للتعاون الثنائي حيث سوف تشمل العديد من المجالات المهمة على كافة المستويات وذلك في ضد الروابط الوثيقة بين الطرفين بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين على الصعيد الرياضي ترجمة نانسي قنقر